بلغ حجم التداول العقاري في النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري أكثر من 35 مليون دينار بدعم من الصفقات في العقارات السكنية بمملكة البحرين وأكدت بيانات جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن المتعاملين نفذوا 718 معاملة عقارية خلال الفترة الممتدة من الأول وحتى 14 بسبتمبر 2023 بقيمة إجمالية تبلغ نحو 35 مليون دينار هذا وكان أقل يوم تداول فيه هو 6 سبتمبر حيث بلغت قيمة المعاملات 45 معاملة بقيمة مليون وثمانمائة ألف دينار بينما كان أكبر يوم للتداول هو الرابع عشر بسبتمبر حيث بلغت قيمة المعاملات نحو 5 ملايين دينار ويؤكد الخبراء العقارات أن التداول يتركز في العقارات السكنية المدعوة من وزارة الإسكان حيث يفضل المواطنون شراء سكن لأسرهم بالاستفادة من الخدمات التمويلية التي تقدمها وزارة الإسكان